القلوب تهفو والأبصار والعيون ترنو والكل يستعد لأن يأخذ من نفحات هذه الأيام مستقبلا البيت الحرام مسافرا إليه ومن لم يستطع فروحه في المكان وروحه ترفرف دائما حبا وشوقا واشتياقا كيف تنعكس هذه العبادة أو روح هذه العبادة في الأمة؟ بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج موسم الطاعة به أو فيه تحل المناجاة ويستلذ العبد الطاعة ويتقرب الحجيج إلى الله سبحانه وتعالى بالطواف والوقوف والسعي والنظر إلى بيته الكريم إلى الكعبة المشرفة لذلك لاحظ من سافر ومن جاء يعني شوف كده أحوال الناس وانظر في وجوههم قبل أن يسافروا وبعد ما رجعوا لذلك كان السلف يستحبون أن يقابل الحجيج بالصفح ليه يعني أول ما يجوا للنروح السلام قالوا لأنها يد ما فعلت معصية من بعد ده جاي مغسول إيه الطهرة آه وانظر في وجهه تجد نورا فعلا شوف كده أن الوجوه منورة لذلك خاب وخسر من ملك زادا وراحلة واستطاع أن يحج ولم يحج آه خاب وخسر العبادة ليست مجرد حركات يقوم بها الناس ليست مجرد أشياء يعتقد العبد أن الله افترضها فهو يقوم بها دون ما إحساس لا العبادة لا بد أن تؤدى بروح بحب بحب ونحن نقع في التقصير أو نقع في المخالفات بسبب فعلنا للطاعة بغياب روح يعني إحنا يعني لاحظ كده الناس تصلي وتغش تصلي وتجذب يحج ويأكل الحقوق يحج ويشهد الزور يحج ويفعل معاصي ليه لماذا تجد بعض هذه النماذج لأنه ما أدى العبادة بحب وما قام لله بروح لذلك العبادة كما بيّن ربنا تبارك وتعالى عندما قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله ده الصلاة من شأنها والعبادة عموما من شأنها وهذا نموذج نموذج الصلاة الصلاة من شأنها والعبادة عموما من شأنها أن تهذب طباع الإنسان فتنعكس على المعاملة فتنعكس على الأمة عندما يصلي الإنسان يعرف حدود الله فلا يظلم يؤدي ما عليه فلا يأكل حقا ليس له لا يضرب أحدا لا يسب أحدا يقيم الحدود في بيته وعلى أبنائه يعني يحب ربه فيقوم بعبادة طيبة فتنعكس على الأسرة تنعكس على المجتمع فلذلك تأدية العبادة بروح هذه تغير من المجتمع احنا بنشوف كده المجتمع القديم كان طاهر ليه مجتمع كان طاهرا كان يخاف من الجريمة كان مجتمعا يخاف من التدمير من التخريب كان يحب العمار بسبب قيامهم بالعبادة بروح بروح وحب لله سبحانه وتعالى ففرق بين من يؤدي العبادة وهو شارد الذهن وهو بعيد عن جمالها عن مضمونها وفرق بين من يقوم بها بحب وروح وتعلق لله سبحانه وتعالى مولانا هل تعني أنهم قد فهموا مراد الله فيهم نعم أولا ثانيا أنهم حولوا العادات إلى عبادات نعم ولكن حينما يحول الإنسان عبادته إلى عادة هنا تكمن المشكلة مولانا يعني تحدثنا عن معنى الاستطاعة في الحج شروط الاستطاعة ما هي احنا لو جئنا الاستطاعة كيف يكون أو بأي شيء يكون الإنسان مستطيعا احنا قلنا الاستطاعة هي القدرة القدرة على أداء العبادة عندي قدرة مالية فعندي لازم يكون فيه مال ليه؟ لأني أحتاج إلى يعني حجز أحتاج إلى مواصلات أحتاج إلى نفقة نفقة معيشة هناك آه إذن القدرة المالية هذا شيء مهم جدا والإسلام عندما اشترط القدرة المالية وجعلها جزء لا يتجزأ من الاستطاعة حتى لا يرهق المسلم لا تحزن إن كنت لا تستطيع إن كنت لا تملك فالله سبحانه وتعالى عفى عنك فلذلك قال من استطاع إليه سبيلا الله إن استطعت استطعت بمال تملكه تأتي بزاد وراحلة إن استطعت ببدن آه كمان مش كده بس لا عندك أمن الطريق لابد أن يكون الطريق آمنا يعني الصحبة الآمنة الصحبة الآمنة نعم رجل يخاف على نفسه أو وقع شر في الطريق أو لا يأمن على نفسه أن يحدث له مكروه يقول لك الحج خلاص والحمد لله الآن عندنا أمن طريق يقول لك الله طب أنا ممكن أروح أحج وأتلزز بالعبادة وفي أمن طريق ولكني أترك صبية صغارا أو أترك أسرة تحتاج يقول لك لا إذن شرط آخر في الاستطاعة جعله قال أن يترك لأسرته وأهله ما يقتاتون به في غيابه حتى لا يحتاجون ما ينفعش أروح أأدي العبادة وأترك أسرتي في حاجة لا بد أن أترك لهم ما يسد حاجتهم في غيابه هو ده اللي خلي مولانا أن العبادة أو الحج تؤدى على التراخي هو لما قالوا الحج على الفور ولا على التراخي أيوة فهموا ذلك من الأمر وفهموا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو الأمر لما ربنا يقول وأقيمه وأقيمه الصلاة ويقول لما ربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه يا ترى الأمر ده على الفور لابد من الآن إذا ملكت الزاد والرحلة وأمنت الطريق وبدني كان يقوى على الحج وطرقته لأسرتي هل كده يبقى يجب عليها الآن أم هو على التراخي قال هو تعالى شوفوا الحج فرد قاله فرض سنة 6 هجرية طيب والنبي صلى الله عليه وسلم حج إمتى قاله حج في في السنة سنة 9 هجرية في السنة الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات ثلاث سنين من فرض من فريضة الحج إذن قالوا لو كان الأمر وفهم منه الآن الفورية الآن ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى هذه الحالة النبي حج في السنة الأخيرة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج ومكث يعني حجه سبعين يوم أو حجه ستين يوم وتوفي صلواته ربي وسلامه عليه فإذا الحج فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه على الطراخ وليس على الفور ولكن بنقول إيه الذين ذهبوا إلى الفورية قالوا أخذوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فإنه قد تضل الراحلة وينفد الذاد ممكن المال يخلص ممكن من تأتيه آفة تأتيه جائحة تضيع به تقلبات الدخول لا تأمن نفسك قد يمرض البدن قد يعجز الإنسان قد يبتلى بشيء ينشغل بها عن الحج لذلك من هنا استحب بعض العلماء الفورية إلى الحج إذا كنت مستطيعا ولكن نقول أيضا عند الشفعية أنه على التراخي وأقول لك حاجة بسيطة جدا رجل وهذا مثل وقاعي يعني رأيناه كان كل سنة ممكن يشتري نص فدان نص فدان بمبلغ كبير يقول له يا فلان طيب أنت محجتش لحد يقول لك إن شاء الله السنة جاي يا حج يجي السنة اللي بعدها يشتري خمس ستة قراريت عشر قراريت نص فدان يقول له طب حج بقى كفية كده يقول له إن شاء الله السنة اللي بعدها قاعد كل سنة يشتري الأرض يسوف 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 أخر سنة عملت زجعة قال إيه خلاص كده أنا إن شاء الله هبع أقراطين وحج بيه ولم يأتي عليه الموسم حتى فرق الحياة ما نفعته أرضه وما نفعه ماله وذهب إلى الله يعني 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 أول إيه كيف يليق بالعبد أن يملك زادا ورحلة وينام عن هذه العبادة الرائعة التي تغير سلوك الإنسان تماماً سلوك الإنسان بيرجع سلوك تاني حياة الإنسان بتنقلب تماماً لذلك الناس خيفة لا تفتقر أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمر فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكيرو خبث الحديد مش تفتقر أبدا من شيء قدمته لله لذلك قالوا في الحج فيه نوع من الجهاد جهاد بالمال جهاد بالبدن أنت تجاهد بالمال لأنك تدفع لأنك تنفق وتجاهد بالبدن لأنك تتعب نفسك وتتحمل المشاق في السعي والطواف والوقوف بعرفة والرمي كل هذه مشاق لذلك الحج قالوا نوع من أنواع الجهاد الله مولانا اسمح لي